وأكد الرئيس السيسي على ضرورة تنظيم تواجد القبائل تبقى لأعرافهم كما أضف الرئيس السيسي أن هذا التنظيم سيتيح للدولة فرصة تقديم الخدمات المختلفة منها التعليم والصحة وأي خدمات أخرى وذلك عبر تنظيم أفضل من الحالي محتاجين ننظم التواجد والقبائل الموجودة بالشكل الذي تبقى لأعرافهم ولكن عشان يبقى عندنا كدولة فرصة أن نقدم الخدمات المختلفة خدمات التعليم وخدمات الصحة أو أي خدمات أخرى الدولة تقدمها بأن احنا ننظم الكلام دوت بشكل أحسن من اللي احنا موجودين فيه دلوقتي مرة تانية بقول لكم اللي اتعامل خلال الكم سنة اللي فاتوا دول مش كتير لكن هي خطوة في تطوير حقيقي للدولة المصرية بتستهدفه يعني افتكروا كويس أي مينة يعني اسكندرية دي اللي كانت كتلة كبيرة جدا من سكانها عايشين على المينة بتاعت اسكندرية تصوروا مينة جرجوب اللي احنا عملنا افتتحنا جزء منه ونحنا افتتح أو بنطور جزء تاني وجزء تالت يعمل ايه في المنطقة بتاعت منطقة جرجوب في منطقة جرجوب كمكان طيب المدن زي مدينة العالمين وزي مدينة راس الحكمة واي مدن اخرى ممكن نعملها على امتداد الساحل هتعمل ايه لأهالي مطروح الموضوع كل مدينة بيبقى فيها حاجات كتير قوي مناطق صناعية ومدارس وجامعات ومستشفيات وحاجات اخرى كتير اشتركوا في القناة